السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم بداية كده الفيديو ده تقيل شوية لأن هكلمك فيه من منطلق قانوني بحت هكلمك فيه من منطلق مثاق الأمم المتحدة وقانون مجلس الأمن هحاول فيه معاك إن أنا أجاوب لك على السؤال اللي بتسأله لنفسك كل يوم ليه مصر مضربتش السد لحد النهاردة إمبارح في تصريح أو لقاء تلفزيوني للسيد سامح شكري وزير الخارجية قال فيه كلام الكلام ده تسبب في حالة تقدر تسميها كده إنها خليط ما بين الجدل والقلق والغضب والاستنكار من الكلام اللي قاله المشكلة الأكبر إن التصريح ده جايب التزامن مع الخبر اللي بيقول إن إثيوبيا حاليا بدأت بالفعل في رفع الأعمال الإنشائية أو الأعمال الخرصانية في السد بما يصل لحوالي عشر أمطار والخبر التاني اللي بيقول إن الفيضانات السنة دي هتيجي بدري وإن إثيوبيا مكملة وماضية في الملء التاني وأصبح الرأي العام أو أغلبية الرأي العام شايف إن الكلام اللي تقال ده بيمثل انهزامية أو انبطاح قدام إثيوبيا وإن خلاص مصر دخل على كارسة وإن إحنا مستسلمين للأمر الواقع وللملء التاني سؤالي بقى لحضرتك ركزت في كلمة الوزير كلها ولا ركزت في جملة معينة مكتزئة هي اللي سببت عندك حالة الألأ أعتقد كده ومن وجهة نظري إنك ركزت على الجملة دي لدينا ثقة بإنه الملء الثاني لن يكون مؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية طبعا لما تسمع الكلام ده طبيعي لازم تقلق وأول حاجة هتقولها إحنا ضعنا البلد رايحة في داية ومليون في المية هتبقى سألت نفسك السؤال اللي على لسانك دلوقتي مالفين الخط الأحمر اللي وجعته دماغنا بيه عموما ده حقك حقك تقلق وتخاف وتقول كل اللي نفسك فيه بس سؤالي بقى لحضرتك ركزت في الجزء التاني من الكلام طيب تعالي نسمعه مع بعض ونرجع نكمل كلامنا وأنه أي تفاقم للأمر هو مرتبط بقضية وقوع الضرر لكن بالتأكيد في نفس الوقت أنه إذا ما تم اتخاذ إجراءات إحادية بشكل غير مسؤول من جنب إثيوبيا أو لم تراعي ووقع الضرر الجسيم على أي من دولتها المصاب في هذه الحالة فلن تدخل مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفاظ على هذه المصالح وضمنها الرجل بيقول أن أي تفاقم في الوضع مرتبط بوقوع ضرر وقال إذا تم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا في هذه الحالة لن تدخل مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على هذه المصالح وضمنها طيب تعال كده بقى واحدة واحدة مع بعض أنا وإنت هنحاول أن نفكر بنفس طريق التفكير أو بنفس دماغ وزير الخارجية دلوقت الدول بتتعامل مع بعض بإيه؟ بالقانون الدولي أنا جايب لحضرتك كتاب القانون الدولة هو عشان نتناول المواد اللي كل الدول دي بتتعامل بيها واللي هيحتكم إليها في حال حدوث أي نزاع بص بقى سيدي جينا بكرة الصبح القيادة استجابت للضغط الشعبي ورحوا بالفعل ضربوا السد وبكرر الكلمة مرة تانية استجابت للضغط الشعبي وليس للموقف القانوني الدولي للسد عشان دي تفرق كتير فيه فرق كبير جدا ما بين الاستجابة للضغط الشعبي وما بين الموقف القانوني الدولي ورحوا بالفعل سمعوا كلامنا وضربوا السد إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أولا كده ده انتهاك صريح وجسيم لنص المادة 2 فقرة 4 من مثاق الأمم المتحدة واللي بتقضي بحضر استخدام القوة وبتنص على إيه؟ يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرض الخطر يعني إيه الكلام ده؟ يعني لزاما وإجبارا على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام الوسائل السلمية في حل النزاعات وبس كده لا وإيه كمان؟ المادة بتكمل وبتقول يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتطفق ومقاصد الأمم المتحدة وده معنى إيه؟ ده معنى إن ممنوع منعا باتا على أي دولة إنها تستخدم القوة أو التهديد ضد أي دولة تانية بما يمس سلامة أراضيها ورح جاي في الآخر أيل لك جملة كده اللي هي أو على أي وجه آخر الجملة دي معناها بقى أنه سيبلك القوس مفتوح يعني أي فعل تقوم بأي دولة نحية دولة تانية الأمم المتحدة فقط هي بس لتحدد الفعل ده مخالف للقوانين ولا لا وهل يجب محاسبتك ولا لا خلصت بقى المادة اتنين على كده؟ أبدا قالك إيه بقى وركز معلش في الحتة دي قالك يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إيزائها عملا من أعمال المنع أو القمع معناها إيه بقى الفقرة المهمة دي؟ ده معناه أن كل الدول لازم تساعد الأمم المتحدة في أي عمل أو إجراء أو تصرف هيتاخذ ضد الدولة المعتادية وبس كده لا ده كمان ممنوع على كل الدول إنها تساعد أو تقدم أي مساعدة للدول المعتادية يعني مثلا لو هنطبق الموضوع ده علينا على مصر بمجم المادة دي ممنوع على أي دولة إنها تساعدك وكلهم يبقوا مع الأمم المتحدة ضدك والدولة اللي هتساعدك هتبقى زيك ومعرضة للعقوبات زيك بالظبط لحد كده كويس هتقول لي كويس هقول لحضرتك لا مش كويس ليه؟ لإن حضرتك دلوقتي هتقول لي أنا عمي مش أخاف من عقوبات والدولة لما تاخد الإجراء ده إحنا هنقف وراها واندعمها ضد أي عقوبات وهاخد المادة دي أضربها في عرض الحائط وهقول للعالم كله أعلى مفخيرك اركبه وهروح واضرب السد إيه اللي هيحصل بعد كده؟ سؤالي بقى لحضرتك الدولة اللي هتروح تضربها دي هتقف كده سكتة؟ طبعا لا طيب هيتصرفوا إزاي؟ أول حاجة هيعملوها هيستخدموا ضدك المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة اللي بتقول إيه؟ المادة بتقول ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقس الحق الطبيعي للدول فرادة أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم وأرجوك ركز معايا في المصطلحات بيقول لك فرادة أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا عتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ حضرتك لما تيجي تمسك تشريح أو شرح وتفسير المادة دي كده في القانون الدولي هتلاقي شرح طول بعرض خليني بس كده مسك لك النقطتين اللي يهمك إنك تعرفهم أول حاجة لما قالك إذا اعتدت قوة مسلحة يعني إيه بقى العدوان المسلح في القانون الدولي؟ ده معناه استخدام قوة مسلحة فعلية على الدولة المعتدة عليها زي قيام قوات برية بالغزو في أقليل مجاورة أو قوات بحرية في حصار مواني أو قوات جوية باستهداف منشآت مدنية أو عسكرية في دول مجاورة وبيندرج تحت مسمى العدوان المسلح إنك تدرب عصابات مسلحة أو إنك تمدهم بالسلاح أو إنك تساعدهم بالمرور أو تجاوز حدود أي دولة مجاورة عشان يقدوا بداخلها عمليات عسكرية أو إثارة للفتن أو لقلب نظام الحكم ما نسبق وقلت لك إيه؟ إنه سيب لك القوس مفتوح فممكن يدرج لك أي أفعال داخل بند العدوان المسلح كل اللي قلت بولك دلوقت ده عشان أشرح لك جزء جزء بس من كلمة العدوان المسلح طيب تعال بقى على الكلمة اللي بعدها لما قال لك فرادة أو جماعات فرادة دي معناها إن أي دولة من حقها إنها تصد العدوان عليها بشكل فردي يعني لوحدها طيب وكلمة وجماعات دي بقى اسمها الدفاع الشرعي الجماعي وده معناها إن الدولة اللي هتعتدي عليها أو اللي حضرتك هتروح تعتدي عليها من حقها إنها تستعين بدول أخرى في رد الاعتداء عليها مش في صد الاعتداء عليها في رد الاعتداء عشان فيه فرق كبير جدا ما بين كلمة صد الاعتداء ورد الاعتداء طيب بالنسبة لإثيوبيا مين الدول اللي هيساعدوها في صد ورد الاعتداء عليها أكيد طبعا الأعداء واضحين وصريحين جدا وحضرتك أكيد عارفهم ده بالإضافة طبعا للدول اللي لها استثمارات في السد وبكده مش هتبقى دولة واحدة اللي حضرتك بتواجهها ولا حتى هيبقى عدوان سلاسي زي 56 ده العدوان بقى ساعتها ممكن يبقى رباعي وخماسي وسداسي وعد بقى زي ما حضرتك عايز كل ده أنا بكلمك في مادتين اتنين بس المادة رقم اتنين اللي حضرتك هتخلفها والمادة رقم 51 اللي إثيوبيا هتستخدمها ضدك أنا كل ده ما كلمتكش عن المواد اللي مجلس الأمن نفسه هيستخدمها ضدك اللي هي بداية من المادة 39 لحد المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة عموما أنا مش عاوزة وجع دماغك بشرحهم ولكن أنا ممكن بقى أجملهم لك كلهم كده باختصار بسيط إن مجلس الأمن من حق استخدام كل الإجراءات والتدابير للمنعة والإنقاذ والإغاثة والإنفاذ يعني ياخد كل الإجراءات والتدابير ضد أي دولة معتادية والإجراءات دي المفروض إنها هتبقى ضد مين؟ ضد حضرتك طيب من كام يوم كده وقبل تصريحات وزير الخارجية وقبل الأخبار الجديدة اللي طلعت دلوقتي كنا فرضنا مع بعض فرضية كده تعال نسمحها ونرجع مع بعض تاني فيه فرضية كده تعال نفرضها مع بعض افرض إثيوبيا جات بكرة الصبح قالت لنا حققوا علي وتعالوا عشان نمضع الاتفاق المنزم اللي انتوا عايزينه ساعتها بقى انت هتعمل إيه؟ افرض دلوقتي مملوش الملء التاني السنة دي ساعتها بقى هتعمل إيه؟ هتروح تضرب السد برضو؟ لو حضرتك بقى جاوبتني على السؤال دلوقتي وقلتني برضو نطلع نضرب السد؟ هقولك لأ معلش بقى صاحب اسمحلي انت غلطان كده انت مش عارف قانون دولي ساعت مرة تانية هترد علي وتقول لي مفاوضات تاني؟ يعني احنا بقالنا عشر سنين بنتفاوض وهتيجي دلوقتي تقول لي مفاوضات تاني؟ هقولك أصبر بس هي مش مصر والسودان كانوا دايما عمالين بيطلبوا بوساطة أمريكية وأوروبية؟ طيب اهو دلوقتي بقى الوساطة الأمريكية والأوروبية والمفاوضات دي هتتم تاني ده غير ان رئيس القنغو بيعرض مفاوضات جديدة هتيجي حضرتك بقى وترفض لو حضرتك رفضت الوساطة أو رفضت المفاوضات في التوقيت ده بالذات هيقوله عليك ان انت المتعنت وهتبقى انت اللي قزمت الأمور على نفسك طيب هتيجي بقى حضرتك وتقول لي وهو أصلا من إمتى إثيوبيا بتلتزم معانا في أي مفاوضات دول ممكن يبقوا قاعدين معانا النهاردة ويخلفوا بكرة وممكن أصلا وهم قاعدين معانا على طاولة المفاوضات يسيبونا ويمشوا ما هم عملوها قبل كده كتير هرد عليك وقولك يا ريت أتمنى يعملوا كده عارف ليه لأن في الحالة دي حضرتك هتبقى خلاص استنفست كل سبل وطرق المفاوضات الدولية وفي الحالة دي هيبقى من حقك استخدام القانون الدولي اللي سبق وكنت شرحته لك مرة قبل كده اللي اسمه الدفاع الشرعي الوقائي عن نفسك حضرتك هترد تقول لي طب وإحنا ايه أصلا اللي صبرنا على السد ما نستخدم يا عم حقنا في موضوع الدفاع الشرعي الوقائي ده موجود السد أصلا بحد ذاته ضرر علينا ساعتها بقى هرد على حضرتك بنفس الإجابة اللي ألهم بارح الوزير سامع شكري في اللقاء التلفزيوني لما قال لك إيه وأنه أي تفاقم للأمر هو مرتبط بقضية وقوع الضرر قال لك إن أي تفاقم للوضع مرتبط بوقوع ضرر طيب هل أنت بقى حاليا في أي ضرر وقع عليك لسه لحد اللحظة دي لسه ما فيش أي أضرار حالة وقع عليك يبقى إذن أنت لسه لحد اللحظة دي لا تملك في إيدك كل الكروت القانونية اللي تأهلك لأي ضربة عسكرية بدون توقيع أي عقوبات دولية عليك ومش عقوبات دولية فقط لا ده عقوبات دولية وما يدبعها من حقوق صد ورد لاعتداء يعني خلاصة الكلام إيه خلاصة الكلام إن المفاوضات اللي هتتم برعاية أمريكية ووسط أوروبية وإفريقية لازم حضرتك تكملها للآخر وما ينفعش إنك توجه أي ضربة عسكرية أو ضربة استباقية للسد لحد دلوقت وكل اللي قلته لحضرتك دلوقتي مش من دماغي ده من واقع كتب القانون الدولي يعني لبفت عليك ولا بهبد عليك زي ما حضرتك بتدخل تقولي في التعليقات عموما أنا هسيب لك أسماء الكتب والمصادر في صندوق الوصف تقدر حضرتك تعمل بحث خفيف كده عنها وهتوصل لكل الكلام اللي أنا قلته لك وأخيرا وليس آخيرا بص بقى صاحبي خلينا أقول لك كلمتين كده بالبلدي أخذ الحق حرفة صنعة ممكن الدولة تفرحك وتنفز لك مطلبك الشعبي بس هتيجي تاني يوم وهتزعل طيب ليه أصلا بقى تزعل لما ممكن كل دي تعمل وبأقل الخسائر ومن غير حضرتك ما تزعل أصلا ولا مش كلام يلا وكفاية بقى لحد كده والحد هنا بتخرز حلقة النهاردة وبعتذر جدا لو طولتها لحضرتكم بشكركم جدا جدا لكم الوقتكم عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصر العظيم وتحية مصر وإلى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة